استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة نستكمل الحديث عن مسك الدفاتر التجارية ونتحدث عن نقطة استخدام الحاسب الآلي في مسك الدفاتر التجارية من المعلوم أن مسك الدفاتر التجارية يكون يدويا ولكن مع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه فهل يجوز مسك الدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي؟ نعم أجازة المادة الثانية من نظام الدفاتر التجارية تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي وذلك إذا توفرت خمسة شروط الشرط الأول وهو أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت اتنين يجب استخراج بيانات مطبوعة من الحاسب الآلي بشكل دوري منتظم سواء أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي وتكون هذه المخرجات باللغة العربية ومرقمة الصفحات ومؤرخة وتتضمن جميع البيانات المدخلة في الحاسب الآلي لتكون مستندا يمكن الرجوع إليه غير قابل للحاسب أو التعديل ثلاثة أن تتوافر إمكانية استخراج وأعادة المخرجات المسكورة أعلى في أي وقت أربعة أن توصق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات في الحاسب الآلي وبرامج الحاسب الآلي إذا كانت تعدها المنشأة بنفسها خمسة أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الآمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المسبتة على الحاسب الآلي فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة جاز استخدام الحاسب الآلي في مسك الدفاتر التجارية وقبل أن نختم الحديث عن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية نريد أن نتحدث عن كيفية استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات أمام القضاء فتستخدم الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات أمام القضاء بأحد الطريقين إما بطريق التقديم وإما بطريق الاطلاع طريق التقديم بأن يقوم التاجر بحمل دفاتره التجارية ويقوم بتقديمها من نفسه وبنفسه طواعية للقاضي الذي يستنبت منها سواء بنفسه أو سواء بخبير ينتدبه لفحص هذه الدفاتر واستخلاص المعلومات الواردة فيها بنفسه هذه طريقة تسمى التقديم ويمكن أن نستخدم الدفاتر التجارية عن طريقة أخرى وهي طريقة الاطلاع وفي هذه الطريقة لا يقوم التاجر بتقديم دفاتره التجارية من تلقاء نفسه وإنما يطلبها الشخص الآخر وهو خصم التاجر في الدعوة لكي يستنبت منها بعض المعلومات التي يريد أن يستنبتها في دفتر هذا التاجر وتقدير مدى صحة أو كذب هذه البيانات الموجودة في الدفتر يرجع إلى تقدير قاضي الموضوع لا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز أو ما تسمى بمحكمة النقط وإنما هو حر في استنباط الدليل فله أن يفضل دفتر على دفتر وله أن يستبعد هذه الدفاتر ويطالب الخصوم بأن يقدم له تفاتر أخرى وفي طريقة الاطلاع هذه من المعلوم أن التاجر في دفتره التجاري يثبت فيه العديد من البيانات التي تعتبر بمثابة أسرار لتجارته ولا يجوز لغيره من التجار الاطلاع على هذه الأسرار لأن ذلك يضر بمصلحة التاجر ففي هذه الحالة يقوم القاضي بالاطلاع على الدفتر بنفسه أو يندب أحد القبراء وزارة العدل لاطلاع على الدفتر وتقدير ما فيه من بيانات وختاما نقول بأنه لا يجوز تجزئة البيانات الواردة في الدفتر بمعنى أن من يريد أن يستدل بدفتر تجاري يجب عليه أن يسلم بجميع البيانات الواردة في الدفتر فلا يقر ببيان وينكر بيان آخر فلا يقر ببيان يحقق له مصلحته وينكر بيان آخر لا يحقق له مصلحته فإما أن يقبل بجميع البيانات الواردة في الدفتر وإما أن يرفض جميع البيانات الواردة في الدفتر